دلوقتي حسيب حضراتكم مع ياسر وموجز الثامنة لأهم الأنباء شكرا لك إيمان أهلا بحضراتكم مشاهدين إلى موجز الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 893 متعفيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعفين من الفيروس إلى 331.607 حالات وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته بالإضافة إلى وفاة 34 حالة جديدة مشيرة إلا إن إجمالية العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا بلغ 397.778 حالة من ضمنهم 331.607 حالة تم شفاؤها و22.097 حالة وفاة ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي إصابات فيروس كورونا تفع إلى 10.233.431 حالة بينما بلغ إجمالي الوفايات 232.732 حالة مقابل تعافي 9.83.385 شخصاً ووضحت المراكز أن عدد المحصنين من سكان القارة السمراء ضد الجائحة بلغوا حتى الآن مائتين واربعة ملايين ومائتين وواحد واربعين الف وتسعمائة وتسعة واربعين شخص بنسبة تجاوزت العشرة وواحد من عشرة في المائة من تعداد السكان فيما حصل على جرعة واحدة 15% واربعة واربعين من مائة في المائة على جرعة معززة فيما يشير إلى استمرار طباط عملية التحصين بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله ألافي خلال اتصال هاتفين مع المعبوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مصار العملية الانتخابية في ليبيا وأكد لفي ضرورة وضع خارطة واضحة المعالم وجدول زمنية محدة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي معولا في الوقت الذاتي على مجلس النواب للدفع بهذا المصار إلى الأمام بما يلبي تموح الشعب الليبي وفق آلية من النزاهة والشفافية تقبل بنتائجها جميع الأطراف من جانبه أكد نورلاند أن الولايات المتحدة تدعم بقوة اتباع مصار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة أدانت وزارة الخارجية العراقية ما تعرضت له المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد من استهداف للسفارة الأمريكية بالصواريخ وقالت الوزارة إنها تدين بشكل قاطع أي عمل يعد مزعزعا لأمن واستقرار العراق مجددة لالتزام بتوفير الأمن والحماية للبعثات الجبلوماسية واعتماد جميع السبول الضامنة لتنسير عملها وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية أعلنت أوكرانيا أن لديها مؤشرات أولية إلى تورط محتمل لأجهزة الاستخبارات الروسية في هجوم إلكتروني واسع نطاق استهدف العديد من وزارتها وأفدت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية ويليج نول كونن بأن جهاز الأمن الأوكرانية حصل على مؤشرات أولية أن مجبوعات من القراصنة المرتبطين بالاستخبارات الروسية قد تكون وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي وقع وبحسب بيان صادر عن جهاز الأمن الأوكراني فقد استهدفت الهجمات سبعين موقع إلكترونيا حكوميا جدد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين التأكيد على انتزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية وأقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس أن بلينكين صلت الضوء خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكورية الجنوبية على أهمية استمرار التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في عقاب إجراء كوريا الشمالية ثلاث تجارب على إطلاق صواريخ باليستية هذا العام قالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن بيونج يانج اختبرت صاروخا محمولا على السكك الحديدية في منورات إطلاق كانت ثالث تجربة تجريها لاختبار أسلحة هذا الشهر وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها رصدت ما تعتقد أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى أطلقا باتجاه الشرق من مقاطعة بيونج يانج الشمالية على الساحل الشمالي الغربي لكوريا الشمالية وقالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية إن تدريب إطلاق النار يهدف للتحقق والحكم على كفاءة إجراءات عمل النظام المحمول بالسكك الحديدية الذي اختبرته البلاد لأول مرة في سبتمبر الماضي وتم تصميمه كقوة ضاربة مضادة لأي قوى مهددة انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل